ستار مساء أمسين على فعاليات العمال الخاصة بمراجعة جزئية مشروط دعم إصلاح قطاء التربية حيث ترأس المناسبة أمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي إلى جانب حضور عدد كبير من شركاء التنمية والأمناء الأمون ومدراء القسام بالوزارة التفاصيل ضل حارون مرمى أنهى المشاركون فعاليات الأعمال الخاصة لمراجعة جزئية مشروط دعم إصلاح قطاء التربية واجأ هذا المشروب تمويل من البنك العالمي بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لإصال قطاء التربية بجادة هذا وقد خرج المشاركون من فعاليات الأعمال الخاصة بقرارات وتوصيات منها دراسة الملفات المخترحة بعمق ودقة وتحليل النقدي المفصل من أجل الوصول إلى النتائج المرجوة والمساحمة الفاعلة التي تساعد في كثير من الأحداث المنشودة في قطاء التربية كما قدمت كلمة شكر إلى ممثلين مؤسسات الدولة والأمناء الأعمون والمستشارين والمدراء ورؤساء الأقسام المختلفة بالتربية في كلمته القتامية بهذه المناسبة أمين الدولة بوزارة الاقتصاد والتخطيط التنموي سنجابي برنباز أن المشاركون في هذه الأعمال التي جعلت بغرض تحسين نوعية التعليم وأكد بأن مثل هذه الأعمال الخاصة لمراجعة مشروع قطاء التربية قد تسهم في عملية تحسين الأوضاع التعليمية وجودة التعليم بالبلاد منشيرا إلى أن الحكومة وشركات تنمية قد بزلات جهودا مقدرة في مجال قطاء التعليم يذكر أن هذه الأعمال قد تسهم بشكل أساسي إلى معالجة المشاكل التي تواجه النظام التربوي بالبلاد اشتركوا في القناة